طبعا الحكي زي ما حكينا انه كل شيء العمدي على القصار بدنا نتعرف بصراحة على هالمهنة مشاقها متعبها صعابها كيف منشتغلها دايما الواحد بيحلم ببيت العمر لكن احيانا يا المواد ما بتزبط معها يا الشغيلة او الصنايعي مش مية المية يا انه اختيارات الزبون هي اللي بتخربوا بتفوتوا بألف حيطوا بألف دواي وموضوع الصيانة عشان هيك اليوم بدنا نحكي مع ضيف قطلة اللي ايده من ذهب القصير واشدة حامر يسعد صباحك واشدة يسعد صباحكم يسعد صباحك خالد ويسعد صباح المستمعين كلهم الله يصبحك بالمور النبي يعني فعليا الفراعين احتلوا الفجر فراعه وخالد واشدة يسعد صباحك طيب شو رايك بما اقول انه كل اشي بصراحة بيعتمد على القصير بتتفك معها وانا اهمية شغلكم في البيت فعليا والله يشوف احنا بنسبة لهمية شغلنا بالنسبة للإكسارة كل الصناعيين يركنوا على القصير ان كان الكهربجي ان كان المسرجي ان كان المزقنات اي تأسيس وحتى البناء البناء مثلا فيه اغلاط بيكون برميع القصير بعد ما ييجي القصير بيجي بعد الدهين برميع القصير والكصير له اساسيات كثيرة في البيت بنسبة للعزل والرطوبة وبنسبة للشغل كلياته يعني زبط عندك مثلا الاكسارة زبطت بيزبط كل اشي شو بعدها يعني طب كيف بدنا نقول انه مثلا الاكسارة في البيت هذا انها زبطت فعليا ايش ملامح انها 100% مشغولة في البيت اول اشي لازم يتبكيه تأسيس صح بالنسبة للناس 90% مثلا بيقولولك احنا بدنا مثلا بيقولوله الكدة او السريال انه يتبكيه الحيطة او الواجهة مستقيمة ايهي لا احنا انا ما باتبع هاي الاشي كد ما بيحتن بالتأسيس بالنسبة للتأسيس مثلا ضد الرطوبة اللي بتطلع مثلا عندنا تاكي مثلا 30 سنتي بعد بلاط من الشطف من المية من الآي لكيها طلعت مثلا ايه على مليح طبكة مليح صحيح بعدها هاي بنأسسها مثلا بيلها مواد نأسسها تأسيس الزوايا خوف ما يصدين بعدها بنيجي مرحلة المستقيم الواجهة او بالسرقيل او بالكدة ايهي هسا هم 30% وخاصة بيقولك السرقيل يجب انك سرقيل مجهز تحرفت بالمها القادمة مثلا مثلا فيش بيها مواد نيحة طريق الجبل ايهي من اول البيت الاخر البيت نفس الخلطة. هس بتلاكي مثلا بتلاكيهم مثلا موني بتبعتها مثلا. هس طبعا هاي هون الكصير بإلو معاناة كثيرة بالنسبة للموني. او مثلا اذا اي اشي بصير بعدها مثلا سطحات او اشي الكصير. اي واحد بصير كلك الكصير. طب شو اللي بيبكى فعليا تصاير اذا لما يصير عملية الشقوق الخادة والتصليحات اللي بتصير في الواجهات. شو اللي بيصير فعليا ترى ما مشغول صح ومحطوط صح. ايش اللي صار فعليا. هس في من بصير بصير كيف. بصير مثلا عندك نفس الطينة نفسها هي اه تبكى مثلا مش مزبوطة بالنسبة للمواد تبعها. تبكى خربطة مثلا زيادة رمل او نقصة رمل. هس في نعمة مثلا على هو النعمة. هس طبعا الشكوك اللي بتيجي زي شكوك عشوائية هاي تبكى من الكصير او من الطينة. ايهي. اما تبكى شكوك مستقيمة وفكية او سطحية او بتبكى مستقيمة هاي شكوك تبع تريح بناء. ايهي. ان الكصير مش مسؤول عن السطوح اللي طولي والعرضي طبعا هي اه اطنان. اللي وزن البيت طبعا بدو ريح اكيد. الافضل دائما احنا ننصح انو اه خلي خلي تتريح اكل اشي ساني دار. يعني بعد ما نبنيها عضل. بعد ما تبنيها. ما فيش كسارة مباشرة خليها السن. لا عشان ما تصير هذي عملية السطوح اللي بتصير في الواجه. ايهي. صحيح. الافضل فيش سطوح بصير بعدها. بتوخذ المناخ الارض. بتوخذ راح يتها الدار. والافضل انها بعد بعد سنة. بعد تمرك شتوية هم اشي. طب. واجدي فعليا اه بصراح حكيت من اسس بداية ضد الرطوبة وهي المواضيع. ايش المواد المطلوبة بهاي الفترة. فترة التأسيس ضد الرطوبة. ايش اللي بتستخدموه. ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وفاتت شوية رطوبة يتحل من الفيلة يتندم على كل كرش او كل شكل او كل مطلق انه يتندم على بصير تندم لورا طبعا انا بنصح دايما انه انه انت مثلا خاصة برا خاصة بيت برا طبعا فيش اشي على حسب تجربتي وحسب خبرتي وفي يعني كثير من كاعدين مع ناس كثير وزملاء و ويمكن تناقش بنسبة لموضوع الرطوبة مفيش اشي رطوبة تنحل من جوا يعني هيجي واحد يقول لك انا بحل الرطوبة من جوا مستحيل لك تحل اساس الرطوبة من برا طبعا من برا تكريفة بتصير مثلا اذا وانت تشتغل مثلا وانت تشتغل البيت تقصر البيت تكريفه عادي طبيعي نفس ما تكريفة بس اذا بتيجي بعد ما تتخلص وتيجي وصير عندك رطوبة تكريفه بتصير عالي بنسبة للأجرة بالنسبة للمواد مواد ثاني دا تفوت عندك في مش مواد نفس المواد حس المواد طبعا هي اعني انا بنصح دايما انه مثلا ما تدككوا برا يعني انا باهتم برا اكثر من جوا بحيث انه اعزل الماء ما فاتتش الماء ما فاتتش رطوبة يعني من وجهة نظرك انه الاقصارة خارج البيت في الواجهات الخارجية اهم من الداخل اهم بكثير بكثير يعني بالنسبة للانها تضرب يعني في مواد بطون في اليوم مواد تيجي اسرائيلية تيجي مواد بدل البطون كلها عزل منو في طبكة بلاستيك فيه بنحط يوتا اهم اشي للشبك من برا هذا اهم اشي شانو احنا البلوك والطوب اللي بيجينا اليوم مش زي الاول اليوم اه كفيش في مونة فيش في كزي اللي يعني بيسرب بيسرب مي كثير بدك انت تكوي احنا بنكوي البلوك وزائد من خليا يعزل بيجي احنا خمسة وجوه مع الدهان وهم اشي الدهان برضو وهم اشي كبل الدهان البطون اليوت اللي تحته الي هاي الشبك اللي بتمهار اه خاصة اهم اشي الرمل اهم اشي بكى نظافة الرمل عالية تبكى نظيف الرمل والمواد المثلا بنسبة للدبك اللي بفوت فيه تبكى الاصلية مش التكليدية اهم انا حطيت طب شو حطيت رح نيجي على المواد وموضوع المواد وين اللعبة بتصير فيها طيب اه وجدة فعليا بصراحة قديش اه يعني بتشوف اه الموضوع هلا جهزة الدار بيبكوا يستنوا باول شتوية الناس بعد ما انقصرت واندحنت وسكنوا الى ما ذلك بس بيستنوا يا رب يجي المطر ننشوف وضع البيت هلا الشتوية الاولى فعليا بتكون معيار فحص منيح ولا لا بدها مرة ومرتين وثلاثة ولا بتخفق معهم يعني بالفعل بتدلف او بتهرب او بترطب ايش الاشكالية لا هي اول مطرة ايه اول مطرة بتبين يعني مش اول مطرة يعني المطرة اللي بيبكى كيف بتبين الدار المطر اللي بيجي على كيف مثلا يومين بيجي ندف مش كوي اه بتبين الدار هون هس طبعا في ناس كثير نقطة مهمة بالنسبة انه بيبكى عازل بيبكى عامل مثلا نقول عازلها ومية في المية تبكى طبعا شغلات بسيطة هي مثلا من الاسكالي اللي بره بكلولة او البقوم محل سلك محل برغة مثلا يجي مثلا مسرجة مثلا بدو يكدح لبرغة لمصورة بره او تبع مزقانة حط اشي مثلا بتلكي مثلا كدح الواجهة لازم يبكى ايش بيستهينوا في هاي الشغلات الزغيرة بتلكيها يفوتط مي بتعمل مشكل كبيرة هس هين اوه مطرة فعليا من اوه مطرة بتبينها من اوه شتوية بتبين انه من اسمه للعزل صح ولا لا البعض بيقول لك علشان الواجهات انه ما يصير فيها افلام رسمية بيأخذ انه ومنشوفها كثير في المنازل الجديدة من هيك خمس سنين ست سنين تقريبا اذا مش اكتر انت بتقيم الوضع انه صاروا يأخذوا خيار يحطوا شايش على المنشر المنازل والاسطوع بيقول لك حتى برضو الواجهات ما تشرب و تتشبع من المي مع هذا الاتجاه بيحمي الواجهات او لا افهمتك بالنسبة لان انت نحط الشايش فوق المنشر هو بمنع بس ما بمنع مثلا بمنع كده عشرة سنطة المتر الموجود بس هو هذا بمنع يعني لو مثلا اهم اشي بالشايش بهمني الشايش كد ما بهمني البناع العام للعركة اللي بيقولوا لها هاي الخمس سنطة او عشرة سنطة تبك ممونة هاي هي اما الشايش لا الشايش ما بمنع الشايش بس منظر طب قبل وجدي كانت بعرفش كانت الرشة هالأيام تطور الموضوع في رشة وفي دهان وفي مواد هذا التطور صحي ومفيد صح انه في مصار وفي فلوس دو يدفعها والصناعي برضو مستفيد بس بالنسبة لصاحب المنزل في فائدة من هالعملية اللي تطورت من الرشة للدهان الى مذلك بالنسبة لبكك اه صحيح بالنسبة للرشة قبل بكت رشة بكت رشوها شايش طحون هاي باسمه وخلص الهيوم بصار الدهان بس في مواد ثاني هي اسمها اللي بقولوا لها المعروفة عندنا الشلخة السفعوني او الفولخ هاي الفولخ اسهل هاي مواد صدقا مواد حلوة حلوة وعلى مدى البعيد او فلا صح بالدار بالنسبة للمدهان اليوم مفيش دار الى بتندهن انا لابد هنا من برا مثلا انا يعني المواد بقولوا لك التكلفة لا انا ما بشوفها تكلفة ليه الفولخ هاي مواد يعني حلوة مرتبة وزائد انها كوية وعازلة يعني يصلها تكريبا من الالفين او الثمانة وتسعين من الالفين تكريبا لحد الان هي هاي مواد طالية مواد حلوة مرتبة وكوية وعازلة لحد الان ثبتت لحد الان الدور اللي عملتها لحد الان ما في مشكلية بس ان الناس اليوم بقولوا لك انا بدهن طيب انت بتدهن حلو عين وراسي بس انت بتدهن من جوة خمسين الف شيك الدكرات بيجي بتتتلعك برا بتكلفوا مثلا اربع خمس تلاف شيك للبيت المنكور الصغير بقول لك هو بدى ادفع لنا الكبدي طيب انت انت بتدفع ليش ما انا احطن برا وسعيت برايح حالي جوه الهم اشي انا بحكي بردك بجوز المبالغ اللي حطها بتروح باعا منطورا اذا ادارت صارت معكو؟ صارت انا كثير كثير ييجوا بعد ما ييجوا مثلا فيه يعني ناس خسرانين واحد يعني عدم اخذ كل واحد زي ما انت كولت اتفضلت بأول بداية الحديث انه بيت العمر اه يعني وفيش انا انا فيش واحد الى بنا بيتين حياته انا كاعد بواجه مشاكل انه بنا وبنا مرتين وثلاثة بكم مشاكل الاول اتلكي مثلا خسر مبالغ ضخمة بالنسبة للجابسين و بالنسبة للذكرات اتلكي فوتت مية بيخسر كل هات والله انا اشتغلت يعني اشتغلت كابل فترة انضغطت بس كعدد تكريب اكل اشتغل عشرين يوم انا اشتغل عزل بعد الشتوية اللي ماركت ثلاثة ايام وربع عظهن هيك بالشهرين كل ياته عزل يعني كل ياته اطلعه والشتوية كشفت كثير من العيون اه كشفت كثير طيب بصراحة الزباين بيسترخصوا ولا ما عندهم يجيبوا شو الوضع فيها شكلكم متغلبين مع الزباين والله يشوف انا بنسبة لي شخصيا الحمد لله رب العمين كل زبايني من دخبي الاول الحمد لله يعني ما بحده بيجيبني او بهاض الا بيبكى عارف وانا بفضل اي واحد يجيب يشوف مش غلط اسعب زي ما يبتلسان انت لالعروس اسعب عادة مش مشكلة ليش حكك بس انا وين بواجه كثير انه باجي بروح مثلا على مشاكل انه بعد ما يخلص الصناعي طيب انت خلصت الصناعي طب انت بشايف انه شو اشتغل طبعا هو ببكى جايبي صاحب الدار ببكى عارف مارك عليها تكيبا يشتغل اربة خمس دور لأولاده او الاصحابه بكى عارفين اليوم مفيش انا بعتبر اليوم مفيش حدا جاهل كابل ممكن بكى الناس تأمن اليوم لا الكل بفهم بالشغول والحمد لله كلهم ما شاء الله عنهم بس انت هو بكى يسترخص هو بشان يسترخص لاله بس بسترخص يعني فيه ناس ربنا الله بشتغل خاصة هاي لعندهم وفيه ناس مبدعين انا بعرف الناس والله ما شاء الله مبدعين في صناعتهم انا الحمد لله بالنسبة لي كلهم اللي بيجوا عندي مثلا او بشتغلهم مبسوطين وانا مبسوط معهم ما حدش غلبني لحد الان الله يجيب غلب ان شاء الله لا الحمد لله ولا واحد يغلبني لشانه ببكى ببكى شاي وليش يعني يغلبني مدام انا معطيه حتى لو صاحب الضار انا اشتغلت له ما يعني ما عنده معلومات كثيرة بالنسبة للقصارة او بالنسبة للشغلات الثانية انا بخلي عنده معلومات مش للقصارة للشغلات الثانية يعني مثلا حتى تابع الالمنيوم بركنا على القصير ايه فاتت مي وكرا انا لذاك بطر ان انا اركب الشايش انا والشباك امش تعف ليش انو بصراحة مشان صاحب الضار احنا مرة صارت معانا انو انو فات شباك مي على ضار جبنا تقبلا كل الصناعيه اجتمعه وحسب بتي صار تبع الالميوم يرمع هاذو وهذا وهذا اخر اشي انا جمعتهم وبيّنت المشكلة مني لذاك انا شو بعمل بالشايش انا بركبه خاص بركبه انا بسلمك انا لو صار سمح الله مثلا ميه فاتت في شباك انا واحد مسئول انا بخالص بعدها ببين لا من القصير او من تبع الالميوم ما بلزم يرمي كل واحد داع الثاني ويتوه ويتوه صاحب الضار بعدها يعني صاحب الضار يصفض طب واش دي بصراحة في حكم بيطلع على القصير بصورة عامة تمام وتحياتنا ليلهم ويعطيهم العافية ودائما منحكي لشغلة السلامة العامة وانتو بالتأكيد على المصاعد اليدوية اللي محطوطة بتكون او اللي ما بينكو سين من نسميهن بالعامية اللي بقوم اه ديروا بالكم ان شاء الله الف اه لاباس عليكم اه في هذا الموضوع اه بصراحة اه تلتزموش بالمواعيد هيك الحكي بالبلد صح ولا لا صحيح ليش طيب اه شوف اه انا باقول لك ليش يعني طبعا هو بش بلتزمش بمواعيد طبعا احنا مواعيدنا ميش زي مواعيد الحكومية او لنقول الموظفي ايه يعني انا بالنسبة لي كل الاحترام للأسادسة وكل الاحترام للا لناس الموظفين اللي بيعتمروا على وقت احنا وقتنا غير وفيكم بعض الصناعية الموجودين ممكو ان يكون مثلا مخربطين انا في احنا عندنا بواجهنا اليوم عدة اسباب مثلا انو مواعيد تعتين مواعيد بس شو بصين عندك انت تأخذ الضار. انت مثلا عندك بيت خالد. انت كنت اللي بدي اسوي مثلا بس من جوة. انت فاكي انت موعدك بعد عشرين يوم وانزلت لك. بتفاجأ انت جالك مبلغ معين والله يسر عليك وبدك تشتغل من بره. بعدها شو بتكون لي بدي اعمل الدكورات و بدي اعمل و بدي اعمل و بدي اعمل. طبعا ما بكدر ايضا الشرك. بدي اضطر ان اخر كمان تأخذ من انت بك. انت فاكي عشرين يوم صارت عربعين يوم. هيك تأخر. تأخرنا على موعد الثاني وال في صناعية بياخده اكثر من ورشة و بياخره واحد ثاني. اه في. في صناعية بياخده اكثر من ورشة بحيث انه ببكى مشاكل مثلا امرات ممكن هو بتلكي عنده مبرر. صح بتضار بيجي بقول لك ان انا عندي ليش تدشرني. تعب تلاكي بتلكي في عندك صناعية صح. عندك صناعية مثلا ما بلتزموا في موعد هذا ما بقدرش اكل لك كيف وضعهم. ببكى عنده وضع ثاني ضرف ثاني. احنا يعني كل واحد يعني احنا ما زي ما كلوها فيش حد اللي بغلط. وكل واحد عنده ظروف. انا بعرف لك في ناس ما بقدر يشتغل يوم يوم. ايه. عنده ظرف مثلا بيبكى عنده ظرف ابنه مريض سمح الله او اشي. بده يتابعه. طبعا هذا بياخره. ايه. على 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 الزبون. ايه. بتلكي فات ببظروف مثلا يعني عنده مناسبات ما عنده. فات عنده مناسبة بتعرف مناسبة صغيرة بتلكي بروح يضيعي اسبوع من وقته تلكي اخر. ايه. ما بزبط معه. حسا في ناس برضو انتي. انا بحكي فيه صنعيه صح. اوكي مثلا بحكي فتح ورش ورشتين او بس برضو في عندنا احنا بنسبة متواجه برضو تلكي مثلا تتواجه مع عماله او اللي نماثة مجوش اليوم. زي كبالي اليوم العمال يعني شوي بدهم مش يعني شدي اول. طيب. ما فيها المسئولية موجودة عندهم بعض العمال اليوم از يعني ما في عندهم مسئولية خلاص مثلا بيقول لك انا بكفيني يومين بسبوع. ايه. في ناس لا رب ون الله بيشتغلوا منظمين ما شاء الله عنهم. خلو كل واحد. حسب شو ترتيبه وكيف تطلع وكيف دابانه على سمعت وصيته. مشان هيك بتلكي يتأخر. ايه. مش من ظرفه. واجدي زبون واكيد هسا معنا مشاهدين والكل بيتطلع لبيت العمر زي ما حكينا في بداية. بصلاحة على ايش يتبع بالنسبة للخصير. اذا بده ينتبع حتى يعني بنحكي ما ينفلم او ما يقع في مطباط او اشكاليات ولغويس وحالتنا حالي. على ايش ينتبه لما القصير بيغسله البيت. انا ينتبه يعني ينتبه يعني ينتبه بنسبة لا ايش. بنسبة لكيسات الشباك. التربيع الشباك. بحيث ما يفوتش مية علي. وينتبه باهم اشي انا يعني شوف كل واحد كنت لك بنسبة للكدة هاي المستقيمة كل واحد يلوعين. ايه. كل واحد بعرف كيف يطلع. انا بهمني الاساسيات. على هذي ينتبه. الاسيات من برة مثلا الضرطوبة هي البطان هي الاسيات. وينتبه عليك مثلا عكسات الشابيك بالزبط. ايه. ايه. هاي الشباك دلو ينحط مثلا. هذا هو انا بالنسبة للي ينتبه عليها. طيب. ايه. ce ينتبه للي على شو اللون مثلا او. ايه. ايه. شو. هاي خشني. مثلا عم بان نكول الطبكة الاخيرة. اللي الشلختة. بتبكي هاي خشنة ونعمة. طبعا انا بعطيك ايها نعمة وزي السرج. بس بالاخير باعطيك ما باعطيك المواد لت... انا بدي تحتها ما بدي الوجه. الوجه بتعالج بالاخير. طيب سؤال ا اخر بصراحة في هذه الزاوية في بعض بحكي لك انا بدي اصير قصير وخاصة للي ما حالفهم الحظ في مجال الدراسة الجامعية بكلك انا خلاص بدي بعدها التوجيه بدي اطلع اتعلم لي هالصنعة تنصح ام لا تنصح. والله يقول واحد هو شو بيحب. انا بنسبة للي بشو بنصح اي واحد. اهم اشي انك متظرك اش انت محلك. ماذا لك عامل بغد نظر قصير انا بعادي ما فيه مشكلة ايه اتعلم قصير اتعلم اي اشي بسمهم. ما تظل لك انت نقول خلاص تفكير واحد شنو احنا يعنا عدم اواخذ يعني انا مثلا في كثير بيشتغلوا معي اشتغلوا معي كثير. وانا ما كنت اشتغل انا مثلا جوا. اتصادف مور رظيم. يدرس التمريض واشتغل معي. كل الاحترامي لهم. بس انك برضو ما تخليك انك ظلا او لا انا عامل لا. طور. طور حالحك. اه بس بشكل عامل اك صار تعبي. هنا السؤال الثاني الي كنت ادي اسألك هي اه قديش متعبة قديش مرتبط فيها اه مشاكل صحية وطبية تتعلق في صحة الانسان. تشوف بالنسبة للمشاكل الصحية هي متعبة. اتعب صنعة موجودة هي وانا بعتبر بالنسبة للي والكحيل. هم تعبين يعني تعبين الصنعة. الصنعة الكثارة مش سهلة يعني بقول لك خلاص من هنا برميها لا يعني والله ما هي سهلة. بالنسبة لأتعب جهد. بالنسبة برضو المواد اللي انت بكل يوم من الصبح للعصر وانت شاميمها بالنسبة للشميمتو. انت البنة بيجي البطون وهو جاهز. اليوم صار ما فيه زي اول. اما القصية بديوا يتعامل مع الوجاية. انت كاعد يعني انت كاعد تضرب كل مصدرين. مثلا تضرب لك يعني تعامل بالوجاية تعامل. مش زينو مثلا وخلاص تحط يعني عدم ماخذ كل الاحترام للبليطة. هالبليط بحط البلاطة بدك عليها بلاطة اوكي. برضو صنعته تعب. بس صنعت الكثارة الكل ملكين عليها. تعب بالنسبة للدسكات. الوقفة. الوقفة. بالنسبة للبرة. للبقوم. خطرة للبقوم. يعني سمح الله اي اشي. غلطة. ديك المكلفة. هذا بدي يكون مراشته مطفية وكلبه شايلة. اه بدي بك صراحة. يعني بدي بك ايش صاحب كيف. مشانو مزبوطش معاك انت تشترح الشغل منك كده. لا بدي زين تعمل جو. خلاص. مشان ايش تطلع من الوقت. بس انا بنسبة لي بحب الصنعة هاي. بس انا بلزك حاجة بس انا هي صنعة هي بحبها. بحبها تطور فيها. كل الاحترام للك وجدي واكيد ساعدين بكل هالمعلومات اللي مررتها من خلال برنامج طل تفجر. الاكسارة وما ادراك ما الاكسارة اكتب من القضايا المترتبة عليها. بدكم تديروا على اساسيات شو بيشتغل القصير في البيت. بدكم تديروا بالكم على المواد اللي بتدفعوها. حتى لو ان ما كنتش جاهز لموضوع الاكسارة. اصبر بس ما توقض مثلا مواد مش اصلية اه تقليدية ممكن تكون في السوق من هنا ومن هون. وبعدها راح تكلفك تكاليف ثلاث اربع اضعاف بالتأكيد لموضوع الصياني والى ما ذلك. احنا بتأكيد مشوار برنامج طل تفجر يتواصل.